في بلد تحتاج فيه التجمعات للحصول على إذن مسبق وتعد التظاهرات حدثا نادرا إلا أنها حدثت وبقوة في كزاخستان فاشتعلت وامتدت خلال أيام معدودة بدأت الاحتجاجات في مدن الغرب اعتراضا على مضاعفة أسعار الغاز المسال المستخدم على نطاق واسع في الطهي والتدفئة والتطورات الأوضاع من التظاهرات إلى الاشتباكات مع الشرطة والاقتحامات لمباني حكومية في كبرى مدن البلاد وعاصماتها الاقتصادية الماتي بل ووصل الأمر أيضا إلى سيطرة المحتجين على مطار الماتي والغاء جميع الرحلات من وإلى المطار الرئيس قاسم توكايف قال أن الاضطرابات خططت لها ما وصفه بعصابات إرهابية حصلت على تدريبا في الخارج وتعهد برد صارم عليها وتم فرض حالة طوارئ على مستوى البلاد تشمل حظرة جوال طوال الليل والتجمعات الجماهيرية وتم قطع خدمات الانترنت وتعطيل عدة تطبيقات في مناطق واسعة من البلاد حاول الرئيس في الوقت ذاته أيضا امتصاص الغضب فأقال سلفه نور سلطان نزار باييف من منصب رئيس مجلس الأمن القومي الذي ينظر إليه باعتباره القوى السياسية الرئيسية في العاصمة نور سلطان المسمى على اسمه وحكم نزار باييف البلاد لثلاثة عقود وبعد استقالته في عام 2019 بقيت العديد من الصلاحيات الواسعة بيده وكانت أحد أسباب تفجير الغضب الحالي كما تقدمت أيضا الحكومة باستقالتها ولكن كل هذا لم ينجح في تهديئة الشارع بل اتسعى نطاق الاحتجاجات ليطلب الرئيس توكاييف يد المساعدة من الحليف الروسي وأعلنت موسكو بالفعل أنها سترسل قوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التحالف العسكري الذي يضم دولا سوفيتية سابقة في محاولة لإطفاء نار الغضب في البلاد